مبارح أطلقت وزارة الصحة حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال الحملة ربما الأشهر والأقدم حكومياً ومصرياً الحملة دي هتستمر لحد يوم 14 ديسمبر وبتستهدف فيه ثنياها 16 مليون طفل وده رقم طبعاً ضخم جداً بطبيعة الحال الحملة دي بيتم تنظيمها كل عام علشان نحافظ على مصر خالية تماماً من فيروس شلل الأطفال خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر على هذه الحملة على طبيعتها المستهدف هنوصل إزاي للأطفال لو مخدناش هذا التطعيم الطفل ممكن يحصل له إيه بصحبتنا النهاردة دكتور حسام عبدالغفار متحدث باسم وزارة الصحة بنوارنا في السيديو صباح الخير مصر أهلاً بحاجة دكتور حسام صباح الخير يفاندو تهيئتي لحضرتك دكتور حسام أبدأ بحضرتك من أهمية هذا التطعيم ما هو مرض شلل الأطفال وماذا لو لم يتلقى الطفل هذا التطعيم في سن مبكرة؟ فيروس شلل الأطفال أحد الفيروسات الواسعة لانتشار التي تصيب الأطفال غالباً لحد سن خمس سنين لكنها من الوارد النتيجة أكتر من كده لكن هي أكثر إصابة للأطفال أقل من سن خمس سنين الحقيقة أعراضها بتبقى ارتفاع في درجة الحرارة وقيق وأعياء ومن كل 200 واحد بيصابه من الممكن أن يصيب الفيروس الجهاز العصبي وبالتالي يؤدي إلى شلل إما في الأطراف أو لا قدر الله يؤدي إلى شلل في الجهاز التنفسي في العضلات المسؤولة عن التنفس وبالتالي يؤدي إلى الوفاة حتى هذه اللحظة لا يوجد له علاج لكن الحمد لله العالم اكتشف له لقاحاً أو نوعين من اللقاحات وهم قادرين وفعالين جداً في منع انتشار المرض وبالتالي فأصبح ما يملكه العالم الطبي الآن للتعاون مع شلل الأطفال هو اللقاح لمنع الإصابة وفي سنة 1988 ونظمة الصحة العالمية أطلقت حملتها للقضاء أو جعل العالم خالي من شلل الأطفال ساعتها كان معدلات الإصابة تتجاوزت 350 ألف حالة في السنة في سنة بدأت مصر الحقيقة آخر حالة تم اكتشاف فيها كانت سنة 2004 آخر حال آخر حالة الحمد لله 2006 منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر واحدة من الدول الخالية من الإصابة بشلل الأطفال معدلات الإصابة على مستوى العالم انخفضت بشكل كبير بسبب برامج التطعيم القومي احنا في مصر الحمد لله برنامج التطعيم القومي عندنا مستمر الحملات سواء كانت حملات محدودة او حملات ده غير التطعيم الاجباري اللي بياخدوا الاطفال او لما يتولدوا لكن احنا برضو في مصر مستمرين في برامج او في الحملات سواء كانت حملات محلية او حملات قومية ده الحملة اللي احنا او سيد الوزير دكتور خاذ عبدالغفار اطلقها مبارح مع الاسف الشديد في بعض دول العالم نتيجة للكوفيد والاهتمام بالكورونا ما كانش ده بيوكبوا الاستمرار في التعامل مع الحملات او مع التطعيمات الاجبارية القومية هناك دول ضعفة فيها المتابعة الخاصة بالتلقيح عشان كده في سنة واحد وعشرين تم الابلاغ عن وجود ستة حالات على مستوى العالم مصابة بشكل الاطفال الحمد لله احنا عندنا بتوجيهات واعتقد يعني كلنا سمعنا السيد الرئيس هو هو يتكلم على ان الاهتمام بالتعامل مع جائحة كورونا لا ينبغي ان يقلل من اهتمام الدولة ببقية الامراض وبالبرامج الصحية والمبادرات الرئاسية احنا الحمد لله المبادرات الرئاسية الاهتمام بالصحة العامة لما توقف وصار جنب الى جنب مع التعامل مع جائحة الكوفد فالحمد لله نحن دولة خالية من الاصابة عشان نحافظ على سجلنا خالي عشان نحافظ على الصحة العامة عشان نفضل دايما نطلع ونقول ان مصر الحمد لله خالية بتقوم وزارة الصحة باطلاق هذه الحملات القومية اللي دايما حيك ذكرت اطلقت بالامس وسوف تستمر لمدة اربعة ايام المستهدف منها الاطفال اقل من سن من عمر يوم لعمر خمس سنين سواء كانوا من مصريين او المقيمين على الاراضي المصرية في عندنا تقريبا رقم يقرب من 16 مليون طفل مستهدفين بالحملة وكل دا بالمجان على تتحمل تكلفته الدولة المصرية بنتحرك من خلال اما مراكز اللقاحات الثابتة زي وحدات طب الاسرة المراكز الصحية مكاتب الصحة او من خلال فرق طبية فوق تسعين الف من السادة الزملاء في الفريق الصحة كم في المئة منهم مثلا في المدارس كم في المئة منهم بيروحوا للبيوت يعني من بولك في تسعين الف من اللي بيتحركوا على مستوى مصر كلها تقريبا عشان من باب من بيت لبيت ومن شقة لشقة ومن عمارة لعمارة في الاسواق في التجمعات بعد صلاة الجمعة بعد الصلوات في الكنيس يوم الحد في المولات في المترو الحقيقة في كل التجمعات بيبقى فيه في المدارس بيبقى فيه تحرك من الفرق المتنقلة للوصول إلى المستهدف وهو 16 مليون طفل اللي أقل من خمس سنين طب 16 مليون طفل رقم ضخم جدا يا دكتور أعتقد أن فيه دول مش تعدادها 16 مليون طفل 16 مليون مواطن أنتو عملتوا إيه علشان تتعاموا يعني أعتقد أن فيه استعدادات عظيمة أو طبعا حجم الاستعدادات على مستوى توفير اللقاح خليكي إحنا النهاردة بنتعامل في ظل أزمات عالمية في سلاسل الإمداد كبيرة جدا فنجاح الدولة المصرية في ظل الظروف العالمية المضطربة جدا شفن دي أهم نقطة تتقال الحقيقة أنه إحنا يبقى عندنا اللقاح متوفر وبنتحرك بنفس الأداء اللي كنا بنتحرك به قبل الظروف العالمية وقبل الأزمة الكورونا أو قبل الأحداث الجارية على مستوى العالم ده دليل أنه الحقيقة أنه الدولة المصرية يعني بتعمل الحقيقة وفق توجيه واضح من السيد الرئيس للالتزام بصحة المواطن يعني صحة المواطن ده على رأس الأولويات وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة على رأس الأولويات ودارة الصحة بتتحرك على مستوى توفير اللقاحات والحقيقة يمكن من خلال التعاون اللصيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد هيئة الدواء المصرية وفي نفس الوقت الحقيقة أنا بواجه كل الشكر والتقدير للزملاء في الفرق الطبية اللي شغالة على الأرض بتتحرك من بيت لبيت ومن نادي لنادي ومن سوق لسوق ومن مدرسة لمدرسة عشان تستطيع أن تغطي هذا الرقم الكبير حقيقة 16 مليون فعلا ده تعداد يمكن عشر دول على بعض بسرط طيب على افتراض أن في طفل المدرسة براحة تطعم أطفال وهو سخن في دور البرد اللي موجود دلوقت اللي من خلاوة يعني بالتأكيد بيرجع إزاي أو بيرجعني إزاي؟ برضو إحنا بنقول إن دي بالإضافة للتطعيم اللي بياخده ساعة الولادة يعني في مواعيد للتطعيم الإجباري لموجود شهات الميلاد اللي هو من ضمنه شلل الأطفال بجرعاته فدي حاجة زيادة على ده هي مهمة جدا وأساسية جدا لكن الأطفال اللي عندهم أعراض تنفسية اللي عندهم أعراض مرضية بيتم تأجيلهم ما بياخدوش اللقاح في أثناء فترة الإصابة بأي نوع من الأطفال أي موانع الحصول على هذا التطعيم بلذو الأطفال؟ لا يوجد أي موانع إلا التحسس من أحد مكونات اللقاح لكن لو كان حد مصاب حتى لو سخر الطفل حتى لو تحسس لا أنا أقول حك لو كان حد مصاب يعني دي موانع مؤقتة لكن الموانع المؤقتة اللي هي بتمنعك من أنك تأخذ اللقاح دلوقتي هي إنه يبقى عندك أي نوع من أنواع الأعراض الإصابة بالأمراض أو الجهاز التنفسي يرتفع في درجة الحرارة سهل سخونة الحاجات دي بتؤجل إعطاء اللقاح مش بتمنعها الحملة دي على مدار كم سنة مصر شغلة فيها أنا شايف إنه فيه تاريخ طويل يعني عنا بالنسبة لنا إحنا أو جيلي أنا إحنا طلعنا لقينا التلفزيون بيتكلم عن حملة شلال الأطفال وهي أعتقد إن هي كاتل أكتر حملة مرتبطة بنشاط وزارة الصحة يعني أعتقد من الألفين واربعة والحملات دي شغالة يعني ده غير البرنامج الإجباري والحملات دي بتتعامل يعني إحنا في ألفين وواحد وعشرين عملنا حملة قومية وحملتين محليتين يعني خلال الخمس سنوات اللي فاتوا كان عندنا أو الأربع سنوات اللي فاتوا كان عندنا أكتر من خمس حملات ودي ستسا طيب هل ممكن تأجيل التطعيم لبعض الأطفال؟ آه فيش ما يمنع خلص يعني التأجيل ده بيستمر لكم يوم؟ لحد ما يخف لحد ما يخف يعني رحوله الفريق الطب لغاية المدرسة وما لقوهوش خف الأب بيعمليه بيطلع بيها الوحدة الصحية آه الوحدة الصحية بعد ما يخف آه الكلام ده متوفر في كل وحدة الصحية فم حدث كل الوحدة ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة بالإضافة للفراخ المتنقل في أرقب وإحنا ببادعه أنا من ضمن المنبر الجميل والمشاهد والمتابع ده إنه كل الأهالي يحرصوا على تلقي أطفالهم اللقاح ضمن الحملة لأنه زي ما بروحها كده هي دي الوسيلة الآمنة الفعالة لضمان عدم الإصابة بشلال الأطفال لا قدر الله لو في طفل عنده من مرضى سرطان الدم هل بيتم آه لا فيش ما يمنع خالط لا فيش أي إذاعة في كده بقوله حقي كده هناك أشياء تؤجل وأشياء تمنع الحاجة الوحيدة اللي تمنع هو إنه يبقى عندك حساسية مفرطة للمكونات اللقاحة غير كده لا فيش حاجة تمنع حالك قلتيل إنه بيتم عند الولادة بيتم إعطاءه وما يتم إعطاءه مرة تانية أيها الجرعة فائدة الجرعتين وما دي ارتبطهم ببعض الحفاظ على ارتفاع اللي هو الجهاز المناعي خليني أشرح لحوايك كده التطايمات بشكل بسيط أشبه ما يكون بيه إنه الفيروسات هو جيش العدو الذي يريد أن يحارب الإنسان ويقضي عليه الجهاز المناعي هو جيش الإنسان اللي بيحارب به الفيروسات طيب الجيوش بتعمل إيه عشان دايما تبقى مستعدة وقوية بتعمل مناورات وتدريبات مشتركة وتحاول إن هي توسع في تدريبات اللقاح ده يمثل بالنسبة لنا المناورة التدريبية قبل الحرب وبالتالي كلما كان هناك مناورات تدريبية أكثر كلما كان هناك استعدادات أكثر من خلال اللقاحات الجسم بيقدر إنه يحافظ على سلامته وصحته ضد الهجوم الفيروسي هلين هي أقوله والناس منشغلة بكاس العالم وهي دي زي التدريبات اللي بيعملوها الفرق قبل خض مع الفرق طبعا إنه كاس العالم دي فرق كلها متحبة والرياضة لكن هي فالجهاز المناعي عشان يبقى بنضربه عشان يبقى بنأهله محتاجين نديله اللقاح طيب بعد شوية التدريب مناورة مش هينفع أدربه أول تدريب السنة دي وبعد السنة مثلا يبقى التدريب التاني التدريبات المستمرة حسب بقى نوعية اللقاحات فيه لقاحات بتتاخد وبيفضل الجهاز المناعي محافظ على ذاكرته المناعية مدى العاية صحيح وفيه لقاحات تانية لا الجهاز المناعي بيحتاج إنه كل شوية نعمل له نوع من أنواع التدريب والتأهيل عشان يفضل مستمر وهكذا يعني زي الجرعات التنشيطية كده بتاعتكم زي الجرعات التنشيطية لكن هي الفترة الزمنية هي اللي بتختلف صحيح طيب دكتور خلينا برضو يعني نستغل الحركة بوجودك معنا عندنا عدد كبير من الملفات الصحية برضو مرتبطة في أزال المطنين حالة جدر القرود اللي ظهرت مثلا مؤخرا وكتبت عنها بعض وسائلها مدى تأثيرها إيه والمرض ده عامل إزاي يعني هو الحقيقة في الإجمال برضو عشان يكون الكلام واضح إنه للعالم بيشهد انحصار في معدلات الإصابة بجدر القرود يعني عشان نبقى واضحين وبالتالي فعدد الحالات اللي كان من 3-4 شهور وانتشار كبير على مستوى العالم الحمد لله الكيرف بينزل والعدد الحالات المسجلة على مستوى العالم بتأقل إحنا في مصر عندنا الحقيقة جهاز ترصد وبرنامج ترصد الأمراض من أقوى البرامج الترصد على مستوى العالم فبنستطيع أن نكتشف بشكل مبكر أي إصابات حتى هذه اللحظة الحالات كلها اللي تم اكتشافها في مصر لها ارتباط بحالات يا إما هو شخصياً يا إما ليه هو ارتباط بمصابين كان جايين من الخارج يعني كل الحالات اللي تم اكتشافها ويجابياتها في مصر كلها يا إما الشخص المصاب كان في الخارج وجه يا إما هو مقيم في مصر لكن عنده اتصال أو مخلطة لصيقة بشخص كان جاي من الخارج وهكذا فما عندناش اكتشاف لحالات هي موجودة على الأراضي المصرية ملهاش تاريخ سفر أو ملهاش ارتباط بحد مسافر فده شيء الحقيقة يدعو للإطمئنات يدعو للإطمئنات يدعو للناس بقى فهمة وفي نفس الوقت إن الموضوع مش منتشر لا طبعا معدلات الانتشار الوبائي احنا بنقول إن جدل القروض لا ينتشر زي الكوفيد هو بينتشر من خلال التواصل اللصيق والمخلطة اللصيقة من شخص مصاب إلى شخص غير مصاب وبالتالي مفيش معدلات انتشار واسعة دائما هو مرتبط بطلاثق اختلاط قريب جدا وحتى هذه اللحظة كل الحالات لها تاريخ سفر يا إما مخلطة لحد جاي من بر وبالنسبة الكورونا يا دكتور الحمد لله الحمد لله احنا معدلات الإصابة بالكورونا في أقل معدلتها المجتمعية وأعتقد الأمور دي نسبة حسة يعني مستشفيات اللي فيها أقسام مخصصة للعز اللي فيها مستشفيات كثيرة نسبة الإشغال فيها صفر تقريبا الحمد لله معدلات الوفيات في أقل معدلتها منذ ودء الجائحة في سنة 2020 فالوضع الوبائي بالنسبة لكورونا الحمد لله في مستقر جدا ونأمل أنه يستمر كده اللي احنا بنقوله بس تاني حتى اللي برضو هي الكورونا لما تنتهي وبالتالي فالناس المفروض أنها تحافظ على الصحة من خلال الجرعات التنشيطية اللي بقاله ست شهور متاعم وما عندوش وفو تحت الستين أو الخمسة وستين سنة وما عندوش أمراض مزمنة ياخد بعد ست شهور اللي فوق الستين أو خمسة وستين أو عنده أي أمراض مزمنة ياخده بعد ثلاث شهور كجرعة تنشيطية وده متوافر في مراكز اللقاحات السابتة دلوقتي موجودة في مكاتب الصحة ووحدات طب الأسرة الحاجة التانية أنه احنا في الفترة دي هي فترة انتشار الفيروسات التنفسية زي الانفلوانزا زي المخلاوي أو فيروس الخلايا التنفسية المندمجة زي الأدينوفايروس زي البارا انفلوانزا ونحن بنشهد في الفترة دي في كل العالم ارتفاع في الإصابة بالفيروسات التنفسية وبالتالي لقاح الانفلوانزا مهم جدا وخليني أقول هنا أنه احنا في الصحة وفي والسادة الأطباء بينصحوا الناس أنهم ياخدوا اللقاح مع بدايات الخريف وبدايات الشتاء ده مش لأنه اللقاح لو اتاخد بعد كده يبقى مش كويس أو مش نافع ده معناه أنه دي أكثر فترة هتستفيد منها من اللقاح لكن اللقاح ممكن يتاخد لقاح الانفلوانزا تحدي ممكن يتاخد في أي وقت من السنة ما بيبطلش يعني لو اخدته في الصيف مش معناه كده أنه مضر أو أنه مش هيشتغل لكن حجم الفائدة بتزيد جدا في الفترات اللي بتنتشر فيها الإصابة بالفيروسات التنفسية وهي الخريف والشتاء سؤال دارك جدا بخصوص مصر الانفلوانزا هل لازم أخده كل سنة ولا لو خدته مرة يستمر معاية لا تاخده كل سنة وده زي ما بقوله هاي كده أول حاجة لأنه الفيروس الانفلوانزا متجد من الفيروسات اللي بتتغير كتير وبالتالي اللي كان ينفع السنة اللي فاتت مش هو يعني له خطط جديدة خليين زي ده وحي كده خطها المناورات فإحنا بنغير التكتيكات من خلال لقاحات جديدة مرتبطة بتغير الفيروسات وشكل الفيروس الانفلوانزا تحديدا فلقاح الانفلوانزا هو لقاح موسمي الأسر وأمهات تحديدا بيشتكوا جدا من الفيروس المخلاو التنفسي وبيقولوا أنه يعني برضو عشان إحنا زي ما أعلننا في منتهى الوضوح والشفافية وده شيء مهم جدا الحقيقة أن إحنا الدولة المصرية حريصة على نشر الحقائق بشكل واضح لكل المواطنين عشان الناس تبقى فاهمة الدنيا من مصادر موظوقة فزي ما قلنا أنه الفترة اللي فاتت كان الفيروس المخلاوي هو أكثر انتشارا من بقية الفيروسات التنفسية يعني بيقول دلوقتي أن الفلوانزا هي أكثر انتشارة الحقيقة مش المخلاوي يعني وبالتالي من المهم أن الناس تحرص على الإجراءات الصحة العامة اللي مرتبطة بالفيروسات التنفسية ليه تهوية جيدة تغذية جيدة ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة تطهير مستمر للأسطح والأيدي إحنا عندنا الحل إحنا بس اللي مكسلين نعمله فإحنا لو يعني هي الفكرة أنه يا ليه الناس كانت مفزوعة من الكوفيد والمؤسسات الصحية ومش مفزوعة من الفلوانزا ومش مفزوعة من الار سي فيا والفيروس المخلاوي لأنه ساعة الكوفيد ما كناش عارفين لا بيتقل إزاي ولا عندنا حلول وبعد ما بقى في حلول ولقاحات وقاليات هتلاقي أنه الإجراءات اللي بتتخذها الدول بقى السفر والمنع وكذا كل ده رجع إلى لأنه بقى عندنا حلول محتاج أن احنا نقوم بيها طيب ليه مش ما فيش نفس الإجراءات بيتم التعاون معها بقية الفيروسات التنفسية من سنة 1956 المخلاوي ده لأنه عندنا حلول الحلول هي كل كويس خد سويل ما تقعدش في أماكن مقفولة طهر الأسطح والأيدي احرص على تهوية جيدة في الأماكن المغلقة استخدم كيمامات يعني الحل فيه أيدينا نحن بس سيبين الحلول وبيندور على حلول أخرى ندور على بروتوكول علاجي اللي هو ما فيش بندور على كذا يعني بينما الحلول سهلة وموجودة وقبلة للتنفيذ ابنك تعب قعدوا لحد ما يخف وبعدين ودي المدرسة ما فيش أي أزمة خالص ودي الوصايا أو النصائح اللي بتقولها لكل أم نصائح اللي العالم يسير عليها منذ أن اكتشف الفيروس في سنة 1956 يعني مش وناجحة والحمد لله هي إصابات تأتي وفي أغلب الأحوال تنتهي بدون أعراض أو حتى لو كان فيه أعراض فتبقى أعراض خفيفة وفي القلة القليلة اللي قدر الله اللي عندهم مسببات تؤدي إلى أن الأعراض عندهم تبقى شديدة بيتم التعاون معهم طبيا والحمد لله الأمور تسير بشكل جيد بس إحنا مطلوب مننا نحافظ نلتزم بالإجراءات الاحترازية ودي إجراءات الاحترازية الحقيقة هي سلوك صحي جيد في جميع الأحوال يعني أنك تعملها في صيف وتعملها في شتاء دي مش حاجات مرتبطة بظهور فيروس وعدم ودي مرتبطة بسلوك صحي مستدام أنك تاكل كويس مش لازم يبقى فيه فيروس المتاشر تاكل كويس أنك ترفع المناعة إنك تغسل إيديك قبل الأكل وبعد الأكل وكل شوية ده سلوك صحي ليه لازم يرتبط بجائحة يعني إنك في الأماكن المغلقة ترتدي الكمامة ده سلوك صحي جيد وهكذا يعني لما بس محرك كل الكلام ده يعني أنا برضو عندي تخيل يعني وزارة الصحة دي فيها كم طبيب وفيها كم ممرض وكم ممرضة إزاي أنتو بتتواجبوا في المسارات دي كلها يعني أنت بتكلمني 16 مليون طفل 16 مليون رقم يعني في شغل الأطفال وعندنا الكورونا والمخلاوي والمشعرف جدري القرود أعتقد أن فيه برضو حاجات وعشان كده 100 مليون صحة أكيد مستمر طبعا بلغة رئاسية وعشان كده بنقول أنه هناك توجيه واضح من السيد الرئيس وهناك متابعة دقيقة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان للوضع الصحي العام لكن في نفس الوقت إحنا محتاجين نقول للناس أنه الجيش الأبيض من المقدمي الخدمة الصحية هو ده خط الدفاع الأول عن صحتك وبالتالي احترامهم وتقدرهم وتكرمهم والإحساس بمدى الجهد اللي بيبزلوه في ظل النهاردة العالم كله بيعاني من ندرة في الأطباء ونظام الصحة العناية بتقول إحنا خلال العشرين ثلاثين محتاجين اثنين ونص مليون وظيفة للعملين في القطاع الصحي وفي أزمة فالحقيقة هؤلاء الناس يعني بنقدم لهم كل احترام وتقدير ونظرة التقدير اللي بيحسوها الفريق الطبي من المريض أو من المواطن لما بيخش عليهم في أي مكان الحقيقة تساوي ملايين الدنيا صحيح وعندهم أهم وأغلى من أي حاجة تانية وبالتالي فأنا بوجه من بر حضرتك ده كل الشكر والتحية والتقدير وتقدير كمان السيد دكتور خالد عبدالحفار وزير الصحة وسكان لكل العاملين في الطواقم الطبية وبنقول لكل الناس يعني صحتكم تهمنا ونحن حريصين جدا على صحتكم وأكتر حاجة بتفرحنا لما المريض بتاعنا يخف ويبقى كويس جيش الأبيض بيتأثر أيضا بالشائعات لا شك ما هو في النهاية بشر بس يعني بتظهر أمتى وتختفي أمتى شائعة هي عبارة عن إذاعة أخبار مكذوبة أو إضافة أخبار مكذوبة على أخبار حقيقية يعني فأنت محتاج تزيع خبر مكذوب أو تضيف فيه مجهود بتعمل النهاردة بعد الثورة الإلكترونية ما بقاش أنت بس محتاج تزيع خبر مكذوب لكن مجرد أن أنت تشارك أخبار غير موثقة ما دي شائعة يعني مش بس لازم تقولك حاجة مكذوبة لكن مجرد أنك تبدأ تعمل شير ورتويت وعلى الواتس أب لأخبار من مصادر مجهولة أو من مصادر غير دقيقة دي بقت جزء من الشائعات الأكثر انتشارا والأكثر سهولة فبقى المجهود مننا مطلوب مننا إحنا بقى مش بس إننا تأكد تأكد بس كل مطلوب منك تتأكد لأنت لما بتروح تشتري حاجة بتتأكد قبل ما تروح فلا شك إن صحتك وصحتنا وصحت أولادنا أغلى عندنا من شرع أي حاجة فنتأكد نتأكد بس تأكد من مصدر الخبر تتأكد من صدق الخبر موثوقية الخبر قبل أن تشاركه لك ده إنت بتفاجأ بالمشاركة قبل ما نتقرأ نتقرأ أول سطر وشير شير 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 أو كذا كذا فالحقيقة إنه تأكد كل المطلوب وأنتأكد من مصدر الخبر ومن محتوى الخبر قبل ما تعمل في أي حاجة لما تتأكد يسيدي ما حدش يمنع نتقرأ أي حاجة الحملات اللي على وزارة الصحة هل لها سيزون معين ولا هي يعني على حسب قدرة على التعامل في الأحداث يعني هي حملات على الدولة المصرية لا تتوقف يعني ملعاش مواتب هي دائما مستمرة لأن يعني هناك دائما من لا يحب لك الخير هناك دائما من يحرص على أن تظل الدولة في حالة صراع مع الأوهام والشائعات والأكاذيب هناك دائما من يريد أن يشغلك هناك دائما من يريد أن يمنعك من السير في طريقك هناك دائما من يستشعر أنك مش مفروض تنجح وأنك لو نجحت ده بيدره هناك دائما من لا يرغب أن تتطور وبالتالي دول موجودين على طول لن ننهيهم لكن مطلوب مننا أننا نستوثق نتأكد نصدق وخصوصا دائما نحن نتكلم على الجدري القرى الدولة المصرية التي طلقت أعلنت لا أحد لقال الدولة تقول عندي كذا وعملت كذا وعملت كذا نضع المعلومة قبل والأهم والأقدم في تاريخ وزارة الصحة المصرية حملة شال الأطفال الحملة تستهدف 16 مليون طفل سيتم تطعبهم بطبيعة الحال في المدارس في الوحدات الصحية عبر فرق صحية متنقلة حتى جوب القرى والمحافظات داخل البيوت وداخل المنازل تحدثنا عن هذه الحملة بتفصيل وعن مجمل المشهد الصحي كان بصحبتنا الدكتور حسام عبدالغفار المتحدة الرئيس باسم مزارة الصحة شكرا جزيلا لك دكتور نورتنا شكرا